من أيام الزمن الجميل كانت الشاشة العراقية تزهو بتألق فنانها محمد حسين عبد الرحيم ومنذ ذلك الزمن تحديدا عام 1974 أول إقامته في العراق لم يخطر على بال العراقيين المتيمين بالفنان القدير على أنه من أصول فلسطينية إلى يومنا هذا وبعد أن أقعد المرض عبد الرحيم في بيته الصغير ببغداد كان مطلبه الوحيد على مدى حكومات متعاقبة أن يحصل على الجنسية العراقية تحقق المطلب في زمن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تكفل بعلاجه ومنحه قطعة أرض تكريما لجهوده الكبيرة وما قدمه للعراقيين طيلة هذه السنوات وصلت الرسالة التي وثقت من خلالها حالة عبد الرحيم الصحية السيئة بعد أن حيا من خلالها رئيس الوزراء واللواء يحيى الرسول وتواصله مع القائد الأعلى للقوات المسلحة أثلج الكاظمي قلب عبد الرحيم الذي أصبح أول فلسطيني يحصل على الجنسية العراقية فعلها زعيم الإنسانية الذي يقدمها على كل شيء ويقترب من المواطن والمقيم بعد أن تكسرت طموحاتهم على مدار سنوات عجافة مرحات عجافة يكب